اذا الانتقال الى الطاقة النظيفة وهو مشروع سياسي طموح بالطبع ولكن الجانب الاهم فيه يبقى موضع جدل فالسؤال الاساسي هو من سيتحمل تكاليف دفع او دعم الطاقة المتجددة او النظيفة مثلا عام الماضي رصد مبلغ 20 مليار يورو لدعم الطاقة المتجددة ولكن الجزء الذي تكبدته شركة الطاقة الكبرى من هذا المبلغ بقي ضئيلا اذا ما قرنا بما دفعه المواطنون وهو الجزء الاكبر اي اكثر من 7 مليارات يورو لمناقشة تفاصيل هذا الموضوع معنا في الستوديو الخبير في شؤون الطاقة السيد احمد خمان سيد احمد هل من العدل ان يتكبد المواطن العادي كل هذه التكاليف للانتقال الى الطاقة النظيفة؟ المواطن العادي هنا في المانيا قام قبل فترة وزيزة بانتخاب الحكومة وهذه الحكومة قررت هذا الشيء فبالطبع يجب أن يدفعه يعني وبرأيك الشخصي هل المستخدم عليه ان يدفع كل هذه التكاليف بغض النظر عن الامور السياسية؟ هو بالطبع لا يدفع جميع المصاريف ان الشركات الكبرى ايضا تساهم انها بالنتيجة ايضا ستجني الاروح ولكن هو خيار المواطن الالماني التخلص من الطاقة النووية فعليه ان يدفع طيب ما مستقبل هذا الانتقال وهذه الخطة برأيك هنا في ألمانيا؟ هو مستقبل سيحقق بالتأكيد ألمانيا ستتخلص من الطاقة النووية وسنحول التوجه نحو طاقات أخرى وبالدرجة الأولى الطاقات المتجددة لما تسمى الطاقات البديلة البديلة طيب رأينا في التقرير السابق أن هناك تخوف من هذا الانتقال بسبب التغير في أسعار الكهرباء وبالنسبة غير معروفة حتى اليوم وقد بدأت بعض الشركات بالاعتماد على ذاتها في توليد الطاقة اللازمة لها ما مستقبل هذا الانتقال نحو الاعتماد على الذات برأيك؟ الاعتماد على الذات دائما شكل شيء جيد وخاصة إذا تحولت هذه الشركات لتخلص من الطاقات الأحفورية أي ما يحرق من غاز أو فحم أو بترول أو غيره وتستخدم مختلف الطاقات البديلة أي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة جوفية أو مثلا إحراق المواد المتجددة من خشاب أو بيلتس أو أي شيء المواد العضوية طيب لنتقل إلى العالم العربي وفيه مخزون كبير من النفط يعني والنفط أحد أهم مصادر الطاقة في العالم هل برأيك هناك مستقبل للانتقال إلى الطاقة النظيفة في العالم العربي رغم هذا المخزون؟ بكل تأكيد هذا المخزون وكأننا نحن ننام على فرشة من الأوراق النقدية لا نستخدم هذه الأوراق النقدية لنحرقها في المدفأة فهذا النفط هو أهم كما الدأولية للصناعة الكيموية للصناعة الأدوية غير الصناعة من إحراقي وفي الدول العربية لدينا طاقة الشمس لدينا طاقة البحار الأمواج لدينا طاقة جوفية الأرضية هناك طاقات مختلفة كثيرة يمكن نستخدمها نعم لما لا؟ لما لا ولكن يعني على حسب نية السياسيين هناك لنتأمل خيرا ربما قد يحدث هذا الانتقال إن شاء الله سيد أحمد شكرا على حضورك معنا ونبقى ترجمة نانسي قنقر